السلام عليكم ومتابعين ومتابعات قناة سليماتيها لما ينشاء الله سوف نحكي لكم حكاية الأمير والطباخ ولكن كل ما نبدأ لا تنسى واشتركوا في القناة وضغطوا على الجرس بشوص لكم كل جديد ونبدأ وعلى برقتي الله برجونتيا كان ياما كان في قديم الزمان واحد الملكة طيبة وسعيدة بالزاف ولكن ما عندهاش لولاد وفي يوم من الأيام كانت كنتمشي في الحديقة وارفعت رأسها السموكالز يا ربي تنزقني شي ولد إيوه هذا الشهور وولدته تزاد عندها أمير اللي سعد كل ما في القصر ومن بعد عامين خدعت الإبن بشي يستحن في النهر ووحد اللحظة خطف الأمير عن الأنظار لكن هادي كانت الخطة الشريرة دي للطباخ اللي ما كانش الملكة عرفاها إيوه بدأوا كي قلبوا عليهم القاوش نطل الملكة بشي تقول الملك بأن الإبن رضع منها لكن تطبخ الشرير سبقها عند الملك وقال له راه الملكة غفلت عن الأمير وكلوه الوحوش ومن لجاة الملكة عند الأملك ما بغاش يسمع ليها وقال ليها قتلت الأمير بسبب الإهمال ديالك وقرر يعقبها ونفاها الوحيد لبرج عالي لا أكل ولا شرب حتى تموت لكن جينية طيبات ما خلوهاش جابوا لها الأكل والشرب مرت سنوات عديدة كبر الأمير وقال له الطباخ غمض عينيك واتمنى قصر وتكون انت المالك وأنا الوزير ثم قال له مرة أخرى غمض عينيك واتمنى أجمل عاروس تونسو حتك وهكذا وجد الأمير توقع من روح دياله وعاشه في سعادة لكن الطباخ ما زال عنده خطط الشرير دياله قال مع راسه كل شي درته ده بخص الأمير يموت باش من تفضحش مشا عند زوجة الأمير وهددها باش قل الزوج ديالها لكن الزوجها رفضات والحسن الحظ الأمير سمع كل شي بودني فاتمنى باش يصبح طباخ كلب وقرر يرجع لأم والأب دياله لكن خاف يدي معاه مرازه فقرر يحول هالوردة يوم مشا يقلب على والدي رفقة الوردة والكلب حيث وصل عرف أشقن واقع لأم دياله إيوام شغال برج واتمنى الأمير يكون عنده باش يطلع يشوف الأم دياله صافي قال ليها أنا ولدك رهت طباخ اللي اخطفني هو السبب في هاتشي كله اللي انتي في هدابة ده بقى أنا جيت باش ننقدك وفي اليوم التالي بجمع الأمير الغازل وقال ليهم بغيت نشوف المالك ونقدم ليه الغازل هدية فقال الأمير المالك هادي الحقيقة مولاي